عزيزي المشاهد مساء الخير وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان يا ترى هل الله قاسي؟ هل الله عنيف؟ هل الله أخذ قرارات صعبة ضد الإنسان وضد الإنسانية؟ في حاجات كتير حصلت في العهد الأديم حواليها علامات استفهام بعض الناس شافوا فيها قسوة من ربنا بعض الناس شافوا فيها عدم عدالة من ربنا بعض الناس شافوا فيها أن هي انتهكات ضد الإنسانية هل يترى ربنا اتعامل مع الإنسانية بقسوة وعنف؟ الموضوع ده هو اللي هنتناوله بالنقاش في حلقتنا في هذه الليلة يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم نيافة الأنبى مكسيموس أهلا وسهلا بنيافتك معنا أهلا بك جناب الأسيس وأهلا بكل الذين يتابعوننا أهلا بالجميع بعض الناس لما بيقروا الكتاب المقدس وبيشوفوا أنه من بداية تعاملات الله مع الإنسان وفي نوع من القسوة ونوع من العنف في التعامل مع الإنسان الأول فمثلا آدم أخطأ وأكل من الشجر يعني حاجة خطيئة بسيطة يعني هل يكون العقاب أنه يطرد من الجنة هو ومراته وترد مدى الحياة؟ هو الجزئية دي جناب الأسيس فيها نقطتين جوهريتين كبار في فهم البوضوع النقطة الأولانية هي الطريقة التي كتب بها العهد القديم والطريقة التي كتب بها سفر التكوين وهذه القصة محددا القصة بتتكلم عن جنة حديقة غناء فيحاء وأن هذه الحديقة فيها أشجار وأكل آدم من الشجرة ولكن في الحقيقة إذا تأملت القصة ستجد المغزر يعني القصة بتقول أن كان هناك شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر الثمرة اسمها معرفة الخير والشر يعني مجرد أعمال الحكمة والعقل لمدة خمس دقايق والتفكير هو في شجرة بتطرح ثمرة اسمها المعرفة الحقيقة طبعا ودي اللي شرحها أباء الكنيسة أنا قرأت هذا الكلام عند القديس أساناسيوس في كتابه الرسالة إلى الوثنيين وقال أن الموضوع لم يكن شجرة ولا جنة ولكنه كان تعبيرا رمزيا عن جوهر الموضوع ده القديس أساناسيوس قال كده قديس أساناسيوس قال هذا الكلام في كتاب الرسالة الوثنيين اللي هو يعتبر مقدمة لكتاب تجسد الكلمة فقال أن الطباوي موسى وحصر اللفظ أن الطباوي موسى صور فكرة السقوط بطريقة رمزية في قصة الجنة وده هو الكلام الأقرب إلى العقل الإنساني في قراءة النص نفسه القصة عايزة تقول أن الإنسان كان يتعامل مع الله وجها لوجه يتحدث إليه ويسمعه إلى أن دخلت إليه معرفة غريبة هي معرفة الشر ومن ثم فهذه المعرفة لوست كيانه الداخلي لوست إنسانيته وحكمته من الداخل ومن ثم فإن دخول المعرفة الشريرة أو الفكر الشرير أو الحكمة الشريرة الخداع بهذا إلى كيان الإنسان عمل حكتين في وقت واحد حاجة الأولانية إن ملأه من الشر بسبب معرفة الشر دمرة اتنين إن فصله عن حضرة الله لأن الله قدوس ولا يطيق الشر ما تقدرش تحط النور والظلمة مع بعض وهذا هو السقوط وده بقى اللي بيشرحه قديس أساناسيوس بالتفصيل الدقيق في كتاب الرسالة إلى الوسانين هذا هو السقوط وأما قصة الحديقة والشجرة وقالت الحية طب قالت إزاي الحية تكلمت إزاي ويريد أن يعبر عن أن الشرير اللي هو إبليس تكلم إلى المرأة أي أوحى إليها أي يعني جاب لها الفكرة زي ما بيحصل زي ما بيكلمنا وعايز يجسد الفكرة أنه الشرير أنه الحية لكن إزاي الحية تكلمت مع المرأة يعني عن الحية عن الحية بتتكلم يعني ملابسات القصة بتقودك إلى الفهم اللي قاله القديس أساناسيوس لكن القديس أساناسيوس بيعتبر أن آدم وحوى شخصيات حقيقية تاريخية آه طبعا أدى محوى شخصيات حقيقية تاريخية ولكن السقوط لم يكن أكل من شجرة ولكن السقوط كان أكل من المعرفة الشريرة أي استقبال المعرفة الشريرة الحاجة التانية المهمة في معالجة الموقف أنه العهد الأديم اتكتب من ألاف سنين وأكتب في ذلك الوقت لمستوى من الحكمة والثقافة الإنسانية المتواضعة جدا من ثم فكان لازم يوصل الرسالة إلى الإنسان في ضحالة أو تواضع ثقافته ومعرفته ولما ييجي بقى الإنسان الذي نضجت معرفته يشغل حكمته ويفهم كيف يفهم لغة الكتاب في شرح الفكرة فظاهر النص أو الطريقة اللي بيقدم بها العهد القديم الفكرة إن ربنا اللي بيعمل كل حاجة ولكن بعد أن فهمنا من التجسد ومن استعلان المسيح الحقيقة نستطيع أن نفهم أن الموضوع هو أن الله هو مصدر حياة الإنسان ومن ثم فإن اللمبة اللي بنورها في الستوديو دي في وشي وبتنور الصورة لها مصدر للنوح هي ليست مصدر في حد ذاتها المصدر هو الكهرباء وإنه الكهرباء لا تأتي إلى اللمبة مرة واحدة فتضيء لا لازم تظل الكهرباء مستمرة في التدفق عبر السلك حتى تضل اللمبة من وراء وهو ده الموضوع بالزبط الله أعطى الإنسان الحياة ليس أنه خدها وروح أعلي عبيها زي ما أنت عايز لا أعطى الإنسان الحياة كتوصيلة عطية منهم هو مصدرها ومن ثم فتقطع السلك النور يطفي والحلقة ما تسجلش نفس الشيء إذا انفصلت الحياة حياة الله عن الإنسان وهو ده السقوط خلاص يصير الإنسان في الموت وهو ده اللي حصل في المسألة ليست عقوبة بالمعنى الطفولي البسيط اللي الشرح بيقدمها لنا لو كلت حموتك هو ما قال لهش حموتك حتى هو قال لو كلت هتموت ما قال لهش حموتك لكن راحنا الناس شربتها بمعنى أن أنا اللي حموتك لهو ما موتوش هو قال له أن ده سم لو شربت منه هتموت أن ده هيفصلك عن الحياة لو عملته هتموت ولكن الإرث التعليمي المتواضع وصلها للناس بمعنى أن لو كلتها موتك المقارنة بقى بحاجات تانية في نصوص العهد الأديم فصاغى منها فكرة أن الله هو اللي بيموت هو اللي بيودي ده برضو فهم يعني سطحي وغير جوهري للموضوع الحقيقة زي ما شرحت قدام جنابك دلوقتي أنه هو مصدر الحياة فإذا انفصلت عن الحياة تصير في الموت وهو ده اللي حصل للإنسان لكن كان فيه جنة حقيقية ولا ما كانش فيه ما هو طبعا ما فيش ما يمنع أنه يكون فيه جنة حقيقية ليه بقى لأنه هو الله خلق الإنسان فيه الأرض طيب كيف يعيش الإنسان على الأرض من غير ما يكون فيه خضرة وثمار وأكسجين اللي هي معطيات الجنة كيف يعيش فطبعا يعني لما خلق الله الإنسان ما رمعوش فيه صحراء الجزيرة العربية لكن حطوه فيه منطقة مخدودرة طبعا بكل السمار عشان يعرف يعيش طيب لكن موضوع الطرد ده بالطريقة دي مش فيه نوع من القسوة يعني مثلا كان طردوا أسبوع طردوا شهر لكن يطردوا للأبد من الجنة ما دي فيها نوع من القسوة وعقاب صارم يعني هو الفكرة أيضا أنه بيعبر بفكرة الطرد ولكن جوهر الفكرة كما شرحناها الآن أنه خرج من حضرة الله خرج من الحياة كلمة الطرد دي بتتعامل مع الإنسان البسيط متواضع الثقافة أنه قال له طلع بره الجنة وأنه طلعه بره الجنة كان هو العقاب طب ما بره زي جوه طب ما احنا خدنا الصحراء وعملناها جنة طب ما كان يقدر يأخذ الصحراء اللي بره الجنة دي ويعملها جنة يزرعها وتبقى جنة وبقاش يطرد ولا حاجة أخو الموضوع مش كده بدليل أنه حول الصحاري إلى جنان لكن الموضوع أنه هو انفصل عن حضرة الله وليس أخرج من هنا وروح هنا هذا يعني تصوير متواضع للإنسان المتواضع الثقافة طيب يعني آدم أخطأ وحوى أخطأت يعني يستحق العقاب وإن كان العقاب يعني بعض الناشئة جديد إيه بقى ذنب الجنس البشري أصلا إيه اللي ما أخطأش يعني البشرية اللي هي تعتبر جنس وناس لآدم وحوى إيه ذنبهم إنه هم ما يعيشوش في الجنة هو برضو الموضوع ليس عقاب بالطرد ولكنه نتيجة الانفصال عن حياة الله ومن ثم نشبه إذا توقف إنسان عن الأكل وشرب الماء لمدة أسبوع أو عشرة إيام أو عشرين يوم ما الذي سيحدث هل الذي سيحدث هو مجرد أنه سيجوع الحقيقة مش كده الحقيقة أن تغيرات جوهرية بتحدث في جسده نتيجة انقطاع الغذاء عنه وهو ده اللي حصل للإنسان إنه هو انفصل عن الحياة فانفصاله عن الحياة أحدث تغيرات جوهرية في كيانه اللي هي دخول الموت بدل الحياة ومن ثم فماذا سينجب إنسان مملوء من الموت مسألة مش عقاب بش إن أنا تعال أم أقدمك عشان كالتم الشجرة المسألة نتيجة والنتيجة أحدثت يعني دامج حقيقي أحدثت تخريب حقيقي في كيان الإنسان في روحه وعقله ونفسه وجسده وعليه النتيجة إنه تلقائيا بيورث لنسله ما هو عليه يعني طلعت عندي المرارة وشلتها من عشرين سنة بسبب بسيط جد لأن أبويا وأمي وجدي وجدتي كل أم كان عندهم المرارة وحد منهم مات بالمرار طيب ما فيش حاجة اسمها أنا زنبي إيه أنا من لحمهم ودمهم الواقع اللي فيه كيانهم لابد أن أرسوا يقدر يعمل إيه الله بقى بعد كده ده موضوع تاني اللي هو تدخل الله بالأشفية والمعجزات ده هو بقى ده تدخل الله لكن الواقع الطبيعي للإنسان إيه التواقع الطبيعي للإنسان أن يورث ما هو عليه فالآن صورة الإنسان الجيدة اللي اتخلق عليها اتخربت بسبب أنه انفصل عن الحياة صار فيه الموت الشيء الطبيعي أن ينسل نسل على صورته كشبهي طب إيه رأي نفتك بقى في موضوع يعني سدوم وعمورة يعني ربنا ينزل نار وكبريت ويحرق سدوم ويحرق عمورة بكل ما فيهم كبار وصغار رجال ونساء يعني دي مش قسوة مش عمف هو إيه إيه اللي اتحرقت بيه سدوم وعمورة طبعا الكلام اللي كان الناس في عصر الثقافة المتواضعة بيرددوه إن ربنا حرق أو اللغة اللي العهد القديم تحدث بيها إلى الناس إن ربنا حرق سدوم وعمورة بالنار وكبريت وإن ربنا أغرق العالم بالطوفة طيب حقيقة الأمر إيه؟ حقيقة الأمر إحنا هنلاقيها فيه في العهد الجديد في العهد الجديد بيشرح ويقول أن نوح أوحي إليه أن حييجي العصر الجليدي مثلا خاف فبنى الفلك يبقى التدخل الإلهي هنا للإنسان اللي بيسمع صوت الله أنه أخبره بالكوارث التي استتأتي على العالم ما كانش الإنسان ما كانش عنده محطات تنبؤ بالأرصاد الجوية فصارت إليه من الله بالنعمة علشان يبني الفلك وينجو من الفيضان الذي سيأتي على العالم ونفس الشيء يعني إيه سدوم معمورة أحرقت يعني وقعت عليها شهب أو نيازك أو نيزك واحد خلص عليها اللي عملوا الملاكين هو أنهم أخبروا نوت أن البلد ستتحرق أخرج منها هذه هي القراءة الصحيحة للأحداث لفهم الأمور بطريقة متسقة مع الواقع العملي للكون وللأرض التي نعيش عليها وليست الطريقة البدائية إذلي إن الله عنده برميل نار ورح رميه على الناس وحرقها ربنا بيعملش كده يعني أنا شايف نيافتك بتبرق ربنا طب حتى النص الكتابي بيقولك وأرسل الله أرسل الله نارا وكبريتا ما هو النص الكتابي هو نص العهد الأديم اللي كاتبه ورائيه هو الإنسان اللي محدود الرؤية والإلهام بتاعه محدود كما شرحنا في المرة السابقة لما رجعنا لكلام الرسول بطرس اللي بيقول وعندنا الكلمة النبوية التي تفعلونا حسنا إذا ما انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبه فكل كتاب محبيم من الله كل كتاب نور نعم بس قد ايه النور ده بالنسبة للنور بتاع العهد الجديد سراج بالنسبة إلى شمس النهار الغلطة الكبيرة اللي الناس وقع فيها إنها مش واخدة بالها من هذا الفارق الجوهري بين وحي العهد القديم وحي العهد الجديد وبين إنسان العهد القديم وإمكانياته والمساحة المتاحة ليه من التعامل مع الروح القدس وإنسان العهد الجديد والمساحة المتاحة ليه من الامتلاق من الروح القدس طب لما الرسول بوليس بيقول كل الكتاب موحى به من الله هو بيتكلم هنا عن كل الكتاب بعهديه ولا بيتكلم عن العهد القديم بس ولا بيتكلم عن العهد الجديد لا بيتكلم عن العهد القديم وهو قال أن كل الكتاب موحى به من الله وأنا بأكد أنه موحى به من الله بس بفرق بين مستوى وحي القديم اللي هو السراج مونير صغير في موضع مظلم وبينوحي العهد الجديد اللي هو شمس النهار طيب لما بنتأمل النهار ده في حال العالم برضو يعني في دول غنية واضح ان هي عندها يعني ثراء فاحش ممكن الاكل يترمي الامح يترمي وعندنا دول معدمة فقيرة الناس بتموت من الفقر المدقع ومن شدة الجوع هل وبرضو في وجود اغنياء وجود فقراء داخل الدولة الوحدة هل عدم وجود عدالة اجتباعية وعدم تحقيق للعدالة وعدم مسواة للبشر في الامور المادية الاقتصادية مش ده يؤكد ان ربنا منحاز لناس وضد ناس فين العدالة هذا اذا كان الله هو اللي عمل هذا الشر ولكن الحقيقة ان اللي عمل هذا الشر وهذه اللا عدالة هو ظلم الانسان وغباء الانسان يعني ليس فقط ان الظالم ظلم وصارت يده مطلقة ولكن غباء الانسان في ان هو مش عارف ومش عايز يستثمر ارضه يعني من غير ما اذكر اسامي دول في دولة قريبة مننا جدا عندها مساحات من الارض لو زرعت وعندها مياه هائلة هذه المساحات لو زرعت وعندها بشر مش لقين يأكلوا ومش لقين شغل يشتغلوه لو جابوا الناس دي وزرعوا بوسطتهم هذه المساحات الهائلة كانت هذه الدولة الفقيرة تحولت الى دولة من الاغنياء وصدرت للعالم احتياجه من الطعام والدليل اللي برهم على كده روح لبلد زي هولندا ماذا كانت هولندا هولندا كانت اسمها البلاد الواطئة ليه هولندا كانت مستنقعات ومن الذي حول هذه المستنقعات الى اراضي صالح الحياة الانسان يعني المثل اللي بيقولوا في هولندا ان الله خلق البحار والانسان خلق اليابسة هذا المثل بيعبر عن فكرة ان الانسان هو اللي ردم المستنقعات وحولها الى اراضي صالح واتفرق شوف هولندا بقت شكلها ايه والبلد اللي جنبنا اللي بحكي عليها شكلها ايه السروات متاحة للجميع ما فيش مكان ما فيهوش فرصة الاستثمار بس هي اه زي ما قال احد الحكماء اه يا المعاصرين يعني اه بلدنا ما فيهاش فقر بلدنا فيها عدم رأي فهي المسألة كده يفيها عدم رأي يفيها سرقة يفيها استغلال النفوذ يفيها سوء توزيع للثروة ولكن اه كل مكان فيه مجال للخيرات والاستثمار يعني نيافتك شايف ان الانسان اه مسؤول عن فقره او مسؤول عن غناه انا بكلم بقى عن الانسان بصفة بصفة جامعية بقى مش كل واحد مسؤول عن فقره اه مش الانسان بفرديته لا ما احنا كده هنصدم الانسان للفرد لو قلنا الانسان الفرد هو طلع فقير ومش لقى اياك ومع هذا فكم من الاناس الانسان الفرد هذا طلع في بيئة فقيرة ومعدمة وبقى مليونير فالانسان هو الذي يستطيع ان يصنع الحياة ويصنع الاستثمار ويصنع العكس يخرب البيئة ويبذر الورثه بعيش المسرف ويفتقر وهكذا عزيز المشاهد زي ما شفنا انه في احداث كتير في الكتاب المقدس فهمت بطريقة خاطئة اشتم منها البعض ان الله يتعامل بقسوة ان الله يتعامل بعنف لكن نحتاج ان نعيد قراءة هذه النصوص سنكتشف ان هناك امور كثيرة الانسان بجهله بعدم امانته الانسان تسبب في الكثير من المشكلات والعقوبات التي لحقت به الله بريء من التهم الكثيرة التي يلسقه بها البعض نحتاج ان نعيد قراءة النصوص الكتابية نعيد فهمها حتى نستطيع ان نحدد المسئولية ومن الذي اخطأ ومن الذي يستحق العقوبة في نهاية هذه الحلقة لاسعني ان اشكر ضيفي الكريم نيافة الانبة مكسيموت شكرا جزيلا لوجود نيافتك معنا انا اللي بشكرك يا نابل اسيش من اجل هذا الثراء في الفكر وفي الاسئلة اللي الناس محتاجة شكرا جزيلا كمان بشكرك عزيز المشاهد لمتابعتك لحلقتنا تليفوناتنا وعنوين البرنامج اللي بتظهر قدامك على الشاشة يسعدنا انك تكون بتتواصل معنا من خلالها لو عندك تعقيب لو عندك تساؤل لو عندك مدخلة حتى كمان لو عندك اعتراض احنا بنرحب باي مشاركة منك وحتى لو عندك موضوعات تحب ان احنا نكون بنطرحها للنقاش يسعدنا ان احنا نتلقى جميع مقترحاتك وإلى ان نلتقي في الحلقة المقبلة اتركك في رعاية القدير والرب معك